بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أهلا بكم حبيبنا طلاب سنقول إعدادي كل سنوات طيبين مع بداية الترمة التاني يلا مع بعض هنحل الأسئلة بتاعة الدرس الأولاني علوم ترمة تاني إحنا شغلين طبعا من كتاب الامتحان نسخة 2024 كتاب نسخة 2024 اللي معاك كتاب ده نسخة 2024 يقدر يتابع معنا يلا افتح يلا كده وتابع معايا صفحة 17 طبعا شرح الدرس نفسه اللي عايز الشرح الشرح موجود على القناة ابحث عنه اكتب بس كده درس الاتحاد الكيميائي وجنبه كده اكتب مستر ابراهيم السيد هيجي لك على طول تمام اكتبها في جوجل حتى في البحث هيجي لك الدرس اللي أنا شرح زاكر الشرح كويس أو اسمع الشرح كويس هتخرج منه إن شاء الله هتحلى على طول يعني ما تقلقش طيب يلا بنا كده نبدأ عشو ما نطول شي يجي يقول لك اختر الإجابة الصحيحة رقم واحد قسم بريزيليوس العناصر إلى نقاط ونقاط طيب هو بريزيليوس ده اسم العالم اللي قسم العناصر إلى أن قل له في الزات ولا في الزات تبقى بريزيليوس قسم العناصر في الزات ولا في الزات كان ده كان في القرن التسع عشر القرن التسعتاش فانا بيقول لك موات صلبة وسائلة وغازية لا فلزات ولا فلزات وغازية خاملة لا مش هو اللي جاب الغازات الخاملة بقسمها فلزات ولا فلزات جزائية احاديت الزرة وجزائية صناعية الزرة برضو الكلام ده لا ليه لان انت عندك جزائية احاديت الزرة اللي هي الغازات الخاملة وجزائية صناعية الزرة اللي هي الغازات النشطة وبرضو مش هو ده طب عندك فلزات ولا فلزات ايوه هي دي الاجابة باي إذا نقسم العناصر إلا في الزات ولا في الزات طيب عندي بعد كده رقم اتنين نجي قللك ماذا يحدث للعدد الكتلي لزرة الأكسوجين O8-16 عند تحولها إلى أيون احنا طبعا خدنا مصدر أن العدد اللي تحت اسمه العدد الزري والعدد اللي فوق الوسط الشر ده اسمه العدد الكتلي وقلنا ساعتها أن العدد الزري هو عدد البروتونات المجابة أو عدد الإلكترونات السلب وقلنا أن عدد الكتلي هو مجموعة عدد البروتونات والنيترونات طيب فهنا بقى بيقولك إيه اللي يحصل العدد الكتلي هو بيسألني على العدد الكتلي لما الزرة تيجي تتحول إلى أيون قالك العدد الكتلي ولا بيحصل له أي حاجة مصدر اللي بيتغير هو عدد الإلكترونات بس أما العدد الكتلي بيظل سابت بإذن هنا العدد الكتلي كان 16 بإذن هيظل 16 كما هو طيب عندي بعد كده رقم 3 يجي يقولك عنصر نقط عنصر لا في لز سائل اللا في لز السائل الوحيد أنت واخده من الترم الأول يا حبيبي اللا في لز السائل الوحيد طيب ما قالك لا في لز وسائل ما فيش غيره هو البروم اللي هو رمزه بي آر ماشي كده البروم طيب أما عندك الزبق فكان ده في لز سائل وحيد ماشي الفلز السائل الوحيد كان الزبق طيب نكمل طيب عندي بعد كده يجي يقولك أي الأشكال المقابلة يومثل التوزيع الإلكتروني لي رقم 1 زرد غاز خام أنا بعرف الغازات الخاملة إزاي مصطر إن بيبقى آخرها كلها تمانية لما بتيجي توزحها بيبقى المدارة الآخر في تمانية بس تصنعه انصر واحد اللي هو الهليوم اللي هتلاقي المستوى كي بتاعه في اتنين غير كده هتلاقي أي مستوى غير كي في تمانية لو جد توزع غاز خام فهنا جا بص كده طيب وبعدين هو قال لي زر قال لي إيه زر أنا عارف الزر إيه كمان قالك الزر بتلاقي اللي جوه قد لبرا اللي جوه قد لبرا كلام ده ناقله في الشرح يعني لو رجعت سمعت الشرح هتفهم أنا قصدي إيه طيب فطالما قال لي زرد غاز خامل أنا عارفت إنه غاز خامل يعني آخر تمانية وطالما زر يعني اللي جوه قد لبرا البروتونات المجابة بتساوي الإلكترونات سلبة تعال كده نطب هنا يا مصطر أنا قدامي التلات أشكال فيهم تمانية هنا تمانية قال له وهنا تمانية قال له وهنا تمانية طبع عرفت مين فيهم غاز خامل هو بيقول لي زر الزر بيبقى اللي جوه قد لبرا يبقى طالما كلهم فيهم تمانية كده هنطبق القاعدة التانية اللي جوه قد لبرا إزاي تعال كده نبدأ بالقول اللي جوه في النواة كم يا باشا اللي جوه 11 المجابة هنا 11 واللبرا الكامل اللي هم في مواصلات التقى الإلكترونات عاملة كام 82 11 جوه وبره 10 اللي جوه قد لبرا لا يبقى دي مش الزر أبدا يبقى ابعد عنه تبني جي هنا اللي بعدها برضو آخرها تمانية ماشي بس أنا عايزة تأكد أن هي زر لو لقيت اللي جوه قد لبرا تبقى زر اللي جوه مش قد لبرا ما تبقى الزر فهنا اللي جوه كام اللي جوه تمانية واللي برا 82 اللي برا 10 واللي جوه تمانية برضو اللي جوه مش قد لبرا يبقى دي مش الزر ابعد عنه تبني جي للتالتة اللي آخرها تمانية دي برض نشوف اللي جوه كام 10 واللي برا ادمحهم كده اتنين وتمانية حشق الله تل جو و قد للبر يا مصدر او يبقى هي دي هي دي زرة الغاز الخامل يبقى إذن زرة الغاز الخامل عندك فتبقى رقم اربعة يبقى رقم ايه اربعة طيب عندي بقى رقم اتنين زرة عنصر لافي قلي برضو زرة خلي بالك من كلمة زرة الزرة بيبقى اللي جو و قد للبر وقال لي لافي الزات اللافل الزات يبقى ب했شي طبق القعدة اللافل الزات بيبقى اخرها خمسة او ستة او ايه او سبعة طيب هنا مين اللي اخره خمسة او ستة او سبعة دي اخرها تمانية اخرها تمانية اخرها تمانية ما تنفعنيش طيب يبقى اللي اخره خمسة ستة او هي دي يا مصر اخرها ستة طيب يبقى ايزا دي لافلز لان اللي لافلز زت اخرها خمسة ستة سبعة طيب اللي برا اللي جوه كم تمانية واللي برا اتنين وستة تمانية اللي جوه قد اللي برا يبقى هي دي فعلا زرها يبقى ازن زرة لافلزة تبقى رقم 3 طيب عندي بعد كده ايون موجب الايون بقى بيبقى اللي جوه مش قد اللي بر عرفت بقى تفرق بين الزرة والايون زي الزرة بيبقى اللي جوه قد اللي بر اما الايون اللي جوه ما هوش قد اللي بر طيب هو عايز ايون طيب ايون بيبقى اللي جوه مش قد اللي بر نبص على الاولين اللي جوه كام يا باشا اللي جوه 11 واللي بره كام اللي بره 82 وثمانية عشر يبقى اللي جوه مش قد اللي بره يبقى انت ايون كده انا عارفت انك ايون طب انا عايز بقى حدد نوع وهنا بقول لي عايز ايون بس يكون موجب طب الايون الموجب من اللي بيغلب الموجب هو اللي يغلب السالب فهنا بص على الرقم الكبير اللي جوه الموجب 11 وبره الالكترونات دي بتبقى سالبة ف2 وثمانية كم عشر مين الاكبر ال 11 ولا 10 الا الا 11 11 دي اشارة ايون موجب بها اللي تغلب يبقى اذا ده فعلا ايون موجب ايون موجب عنده يبقى رقم واحد طب عايز ايون بره بس ايون سالب الايون بيبقى اللي جوه مش قد اللي بره فهنا نبص اللي جوه هنا تمانية واللي بره اتنين وتمانية عشر اللي بره عشر اللي جوه مش قد اللي بره يبقى ده ايون بس هو عايزه ايون سالب خلي بالك ايون سالب بيكون العدد السالب هو اللي اكبر العدد اللي جنبه الاشارة السالب هو اللي اكبر فهنا اللي جوه اللي جنب الموجة بعمل 8 واللي بره السلب بعمل كام 10 اه العشرة اكبر من 8 صحي بقى اذا اللي بره هو اللي هيغلب العشرة هي اللي تغلب التماني فاذا ده ايون سلب ايون سلب عنده هيبقى رقم اتنين طيب يجي قولك على اللي هتشترك العناصر الخاملة في التفاعلات الكيميائية العادية هتقوله الاكتمال مستوى الطاقة الخارجي لها بالالكترونات لان مستوى الطاقة الاخير لها مكتمل بالالكترونات اللي بالك مستوى الطاقة الخارجي هو نفسه مستوى الطاقة الاخير ثلاثة بمعنى واحد طيب نكمل طيب تعالك ده نحل يلا مع بعض اختبر فهمك اتنين صفحة 25 تعالك ده يجي يقولك اختر الاجابة الصحيحة رقم واحدة العبارات الاتية تعبر عن الرابطة الايونية ما عادة انها عادة انها ايه كل دول بيعبروا عن الايونية ما عادة ايه ما عادة اول حاجة تنشأ نتيجة تجازب كهربي ايوة فعلا ما هي الرابطة الايونية لما نيجي نعرفها نقوله هي رابطة كيميائية تنشأ نتيجة تجازب كهربي بين ايون موجب لزارة عنصر فلز وايون سلب لزارة عنصر لا فلز فاذا تنشأ نتيجة تجازب كهربي بيبقى دي تبع الرابطة الايونية فعلا طب رقم با تتم بين عنصر فلزي وعنصر لا فلزة ايوة فعلا ما هي بتتم بين فلزات ولا فلزات ولذلك النواتج عنها كلها بتبقى جزائيات مركبات ما بتنتجلش جزائيات عنصر ابدا اللي رأينا بتتم بين موجب وسيل طب عندي رقم ثلاثة او رقم جيم تتم بفقد وبالغانك ايوة الفلزة يفقد يروح جايلا ل utilized فلز مكتسب اذا تتم بفقد وبالغانك ايوة طب رقم اربعة تنشأ بين الهيدرجين والاكسوجين تنشأ بين الهيدرجين والاكسوجين انت عندك بين الهيدروجين الهيدروجين د إذا يرجع لا فلز لافلز يبقى الهيدروجين ده أصله لافلز والأكسوجين ده برضو مصدر لافلز قال له يبقى هي ما تنشأش بين عنصرين لافلزين أبدا يبقى إذن دي غلط يبقى إذن هي دي الإجابة إذن ما تنفعش اتنين لافلزات يكونونه لربطة عيونية لأن الرابطة العيونية شرط فيها هيكون باختلاف الإشارات سالب وموجة فما ينفعش اتنين لافلزات لأن إشارتهم هتبقى عيونات سالبة كلهم نفعش سالب يدمج مع سالب يبقى فيه تنافر فمش هيكون لربطة هنا طيب نكمل طيب عندي بعد كده رقم اتنين يجي يقول لك عند تكوين جزء أكسيد الماغنسيوم بتعندك جزء أكسيد الماغنسيوم اللي هو م جي او ده رمز أكسيد الماغنسيوم يقول لك ينتقل اتنين إلكترون من أيون الماغنسيوم إلى أيون الأكسوجين اتنين إلكترون بيتنقلوا من بتعندك الماغنسيوم في لز والاكسوجين لا فلز فهنا الرابطة بينهم رابطة ايونية فالماغنسيوم عدده الزري عدد الزري العدد الزري بتاع الماغنسيوم 12 عندك الماغنسيوم لو جت خرجه الواحده كده كان مجي 12 24 وعندك الاكسوجين كان O816 طيب فهنا الماغنسيوم لو جت توزعه هتلاقي 2 8 2 اخره 2 يبقى فلز طالما فلز هيفئد 2 الكترون يبقى هنا ينتقل 2 الكترون من ايون الماغنسيوم الى ايون الاكسوجين لا الاثنين الكترون ما يتنقلش من الايون الايون ما يانقلش الكترونات طب رقم بهتساهم كل زرة ماغنسيوم مع زرة اكسوجين بالكترونين لا دي مش رابطة تساهمية دي رابطة ايونية يبقى guys رقم جيمي Grwardess تج Volvo بين زرة الماغنسيوم وزرة الاكسوجين هو الرابطة الايونية فيها تجازب كهربي A بس مش بين الزرات لا بين الايونت وبعضها بين الايون الموجة والايون السلبة هنا الغلط كلمة ذر طيب رقم ده لينتقل اثنين الكترون من زرات المغنيسيوم الى زرات الاكسوجين الا ل 2005 دي الزرة في السحف الاتنين وهنا الثلات هيروح من لا يكتسبهم زرamp الاكسوجين طيب عندي بعداه كده أزل الاجابة عندك Francisco بقى رقم ده. عندي بعد كده رقم ثلاثة ما عدد الرابط التساهمية في جزاء الماء. عدد الرابط التساهمية في جزاء الماء. انت عندك المية اللي هي اتش تو او. يعني عندك اه اتش او اتش. مش كده. يعني كل زرة هيدولوجين عاملة رابطة تساهمية احدية مع الاكسجين. ودي عاملة رابطة تساهمية احدية مع الاكسجين. يبقى عدد الرابطة التساهمية هيبقى رابطتين مش كده ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 2 رابطة سنائية لا رابطة أحدية أخر سليسية لا هي باهية هتبقى تنين رابطة أحدية رابطة 911 عندb عندي نعم رقم 4 الشكل المقابل يعبر عن الرابطة الكيمية بين الزرتين هنا هي وصاد وبينهم شرطتين بايزا دي رابطة 900 سنائية فما هما الزرتين اللي بينهم رابطة 900 سنائية كانوا مين يبايزا كل واحدة حتى من عندها ال طيب فإذاً هنا الزر سين هي N تتعندك النيتروجين ده اللي هو N7 وله هيدروجين H1 النيتروجين ده العدد الزر سبع N7 وهنا H1 السبعة لما تجي توزعها 2-5 الخمسة محتاجها 3 يبقى إذا ما ينفعش يبقى 2 يبقى إذا أول اختيار ده غلط تب نيجي هنا الأكسوجين هنا O8 وهنا برضو أكسوجين O8 لما تجي توزع الأكسوجين هيبقى 2-6 الـ6 أو محتاجها 2 وهنا برضو 2-6 يبقى الـ6 هنا محتاجها 2 صح كل واحدة هتشارك بـ2 يبقى إذا الإجابة هتبقى هي دي يبقى جزء الأكسوجين في بينه رابطة 900 طيب عندك هنا N7 وN7 لا وهنا 2-5 هتبقى هنا رابطة 900 ثلاثية تبقى هنا رابطة 900 ثلاثية ده النيتروجين وهنا H1 وهنا O8 برضو ما تنفعش يبقى إذا الإجابة الصحة تبقى رقم بقى عندي بعد كده يقول لك ماذا يحدث عندها ارتباط زرتين من النيتروجين عندك تشارك كل زرة نيتروجين هتقول له تشارك كل زرة نيتروجين بسلاسة إلكترونات فيصبح في حيازة كلا منهما تلت أزواج من الإلكترونات ويصبح المستوى الأخير لكل منهما مكتملا بالإلكترونات ماش كده طيب فيتكون رابطة 900 ثلاثية بينهم طيب تمام طيب تعالى كده ما نحل مع بعض الأسئلة بتاعة مهارات التفكير العليا مش ايه تعالى كده ما نجيب مهارات التفكير العليا برضو بتاعة الدرس عشان تبقى إيه لفتلك على كل الأسئلة الصعبة اللي جاي في الدرس يجي يقول لك أكمل طيب رقم واحد العنصر الذي يحتوي مستوى الطاقة الأخير لزرته م على إلكترون واحد يكون عدده الزر نقاط وعدد إلكترونات إلكترونات أينه نقاط هو من العنصر نقاط انت عندك المستوى الثالث م طيب الثالث ده اللي هو رقمه K L M K L M يعني معناها هنا K هنا L هنا M ده المستوى الثالث قال لي العنصر اللي بيحتويه مستوى الطاقة الأخير لزرته بالنسبة له هو الأخير هو بالنسبة له M إلكترون واحد يعني آخر واحد بقى أوتوماتيك قبله في تمانية أوتوماتيك كيف ياخد اتنين اجمع دول يا باشا يبقى اتنين وتمانية عشر أو واحد حداشر يبقى عدد الزر كما هيساوي احداشر يبقى إذا هتكتبله هنا عدد الزر 11 طيب عندك وعدد إلكترونات أيونه عدد الإلكترونات اللي في الآيون طب حول يا باشا الزرة دي الآيون ما هي ده الزرة اتنين تمانية واحد لما نيجي نحولها الآيون كنا هنيجي نفتح بوابة كبيرة كده وتروح الجيه هيبقى المستوى كيف يابقى المستوى كيف يابقى المستوى اللي في تمانية وده فلز يعني هي في ايد الواحد الالكترون يبقى هي ده الآيونه يبقى اذا هنا يحمل شحنة مجابة 1 فهنا عدد الكترونات أيون وعدين الالكترونات alrededor وقت ثلاث وات Plan اذا عددنا نقود العامل عشر وهنا عشر وهو من العنصر إيه انت عندك اخر واحد يبقى هنا ده من العناصر الفلزية لان الفلزات هي الحجة كريمة تفقد ما تكتسبش تدي ما تاخدش تشحت ما تحادش كلام ده احنا اخدناه في شرح الدرس ارجع لشرح الدرس هتلاقيه الكلام ده بكل تفصيل يعني يبقى ازا هنا هيبقى من العناصر الفلزية تمام يا مصدف طيب عندي بعد كده هيجي لك عنصر تدرق الكتروناتو الكترونات زرته في ثلاث مستويات للطاقة ويحمل ايون وثلاش شحنات سالبة يكون عدد الزرقن بره وهمش مع المسألة واحدة واحدة وقال لك عنصر تدرق الكتروناتو في ثلاث مستويات ادي KLM اهو KLM دي بالنسبة للزر بتاعته طيب ويحمل ايون وثلاث شحنات معنا ان الايون يحمل ثلاث شحنات سالبة معنا انه اكتسب ثلاث مستويات يبقى معنا ان كان في المستوى الاخير في كام عشان يكتسب ثلاثة كان فيه خمسة الiking الخمسى كده كده محتاج اني هي تكتسب تلاتة طب يبقى معنى انه كان اخره خمسه الbit 8 otomatic give 2 اجمع دوله وثنين ثمانية وثمسة 15 يبقى انت عدد الزر يعمل حمستاشر طب ميباشا يبقى يعاد المزر كام هنقوله عادد الزر يعمل حمستاشر وعدد الكترونات اونه. طب حولهلي الايون بقى بعد ما تحول الايون يبقى اذا ده هيبقى 2 cause 2 ilهيبقى بثنين ال�uana هيبقى بثمانية والم هو هناärt 5 يبقى لافلز يبقى يكتسب 3 الالكترونات يبقى يصبح كم هيصبح 8 ماشي ويحمل 3 شحنات سالب طيب فهنا بقى بيقول لك عدد الالكترونات ايون ويكون كام الالكترونات بتاعت الايون اجمعهم يبقى 2 و 18 و 8 يبقى 18 يبقى كم هيبقى 18 طيب عندي بعد كده يجي يقول لك اختر الاجابة الصحيحة سجلت خواص بعض المواد المختلفة في الجدول ماشي هنا بيقول لك الحالة الفيزيائية المادة صلبة المادة 2 صلبة المادة 3 سائلة المادة 4 غازية اللون بيقول لك رمادي لامع وهنا ابيض وهنا فضي وهنا بدون لون توصله للقهرباء هنا موصل هنا لأ هنا نعم موصل هنا لأ فهنا بقى بيقول لك ايا منها يعتبر فلز طب برح عندك الفلزات من خواصها ان هي جيدة التوصل للقهرباء وللحرار تمام فهنا مين فيهم هشوف من اللي بيوصل القهرباء القهرباء يبقى عندك المادة ايه اللي هي الواحد والمادة 3 يبقى اختير هيبقى بين الاتنين دول لان دول من الحسد توصل القهرباء بيوصلوا يبقى اختير هيما بينهم طب هنجي بقى نشوف تاني هنا بيقول لك المادتين واحد واثنين لا هيبقى واحد وثلاثة اوه هم ده واحد وثلاثة هيبقى اختياري واحد وثلاثة هم دول اللي بيوصلوا يبقى ازا اللي جيبها تبقى رقم جيه طيب عندك بعد كده رقم اتنين عنصر نقاط عنصر صلب وموصل جيد للقهرباء ويحتوي مستوى الطاقة الاخير في زرته على اربع الكترونات طيب مستوى الطاقة الاخير اربعة يبقى اوتوماتيك ده عنصر صلب كمان هيبقى الماغنيسيوم ولا الجرافيت ولا الزبك ولا الكولور طبعا هو الجرافيت هيبقى موصل جيد للقرباء اللي هو الكربون اللي هو سي ستة اتناشر ولما تيجي توزع الستة هتبقى اتنين اربعة فعلا يبقى ازا هو الجرافيت تمام كده طيب عندي بعد كده يجي يقول لك كلا كلا مما يأتي خواص يختلف فيها الكابريت قصة ستة اشرة عن الكالسام سي ايه عشرين ما عدا انت عندك الكابريت لو جيت توزع الستة اشرة هتلاقى اتنين تمانية ستة يبقى ده لافلز لان اخره ستة احنا لافلز اتاخرها خمسة ستة سبع والكالسام عشرين اتنين تمانية تمانية اتنين اخره اتنين يبقى ده فلز طيب يبقى واحد لافلز والتاني فلز يبقى الكابريت ده يبقى بالنسبة لي لافلز والكالسام ده يبقى فلز تمام في انا بقى بقولك كل مما يأتي خواص يختلف فيها الكابريت عن الكالسام ما عدا مين اللي ما بيختلفوش كلهم بيختلفوا عن بعض في الخواص دي ما عدا ايه انهما يتواجد في الحالة الصلبة ولا انهما قابلين للسحب والطرق ما بيختلفوا عن بعضه انهما قابلين للسحب والطرق ولا انهما مواصلين جيدين للحرارة ولا ان لهما بريق معدني طبعا هما كل مما يأتي خواص يختلف فيها الكابريت وما بيختلفوا عن بعض في ان لهم بريق لان في واحد له بريق والتاني ملوش الفلزات لها واللي هفلزات ملوش مواصلين جيدين للحرارة لا طبعا انت عندك الفلزات هي اللي مواصل جيد للحرارة اما اللي هفلزات لا يبقى الكابريت لا طب يبقى هما بيختلفوا في دي كمان قابلين للسحب والطرق برضو بيختلفوا فيها الفلزات قابلة اما اللي هفلزات غير قابلة يبقى اذا الحاجة اللي هم ما بيختلفوش فيها انهم يتواجدان في الحالة الصلب انهم بيتواجدوا في الحالة الصلب يبقى دي ان الكابريت مادة صلبة والكالسا مادة صلبة طيب عندك بعد كده دي الحاجة الوحدة اللي بتفقوا فيها طيب رقم 4 يمكن ان تصنع اسلاك الكابلات الكهربائية من عنصر عدد الزر انت عندك سلوك الكهرباء بتصنع من النحاس والألمونيو طيب هنا بقى سبعة ولا عشرة ولا تلتاشر ولا سبعتاشر انت عندك سبعة ديت اللي يعني سبعة نيتروجيل لا عندك عشرة لوانيون اني عشرة برضو لا غاز خامل ده عندك تلتاشر ده اللي هو الالتاشر عدد الزر تلتاشر اللي هو الالمونيوم عندك الالتاشر سبعة عشرين ده الالمونيوم بقى اذا فعلا الالمونيوم بتصنع من عشرة بكهرباء صاحبه هو ده يبقى تلتاشر اما السبعتاشر ده القلور سي اللي سبعتاشر خمسة وثلاثين لا طيب عندي بعد كده رقم خمسة يجي يقول لك عدد الشحنات الكهربية التي يحملها ايون عنصر عدده عدد الشحنات اللي بيحملها ايون عنصر عدده الزر سبعة طيب هو عنصر عدده الزر سبعة تيحملها ايون عنصر عدده الزر سبعة يتساوي مع عدد الشحنات الكهرباء التي يحملها ايون عنصر عدده الزر طيب هو العنصر اللي عدده الزر سبعة تيجي توزع السبعة يبقى تنين خمسة الخمسة دي محتاجة تكتسب تلاتة لانها لا فلز طب يبقى ازا الايوم بتاعه هيبقى يحمل تلات شحنات سالب طب يبقى مين اللي هيحمل برضو تلات شحنات من دول تت عندك التسعة لما تيجي توزحها تبقى اتنين سبعة السبعة محتاجة اتنين بس لا تت عندك التلاتشر لما تيجي توزحها اتنين تمانية تلاتة تلاتة دي هتفقل تلاتة هيحمل تلات شحنات تلات شحنات بس تلات شحنات مجابة ممكن اه هو ده يبقى ثلاث شحنات سالبة اما ده ثلاث شحنات مجابة. فهنا اه هو بس عايز مع عدد الشحنات متساوف كل واحدة. يبقى ازا هي هتبقى فعلا للتلات عشر. تبقى ايه التلات عشر? لان هنا هي في التلاتة فيتحول العيون مجابة يحمل ثلاث شحنات مجابة. يبقى ازا الاجابة معيك هتبقى تلات عشر. طيب عندك بعد كده عنصر فلز زي عدد القتل تلاتة وعشرين. وقال لك فلز وعدد القتل تلات عشرين ويحتوي مستوى الط الطاقة الثلاث والاخير في الزراته على الكترون واحد. يكون عدد نيترون يتبرح. حلها واحدة واحدة كده. على كده ما نحلها. وبقول لك عنصر في لز عدد القتل تلاتة وعشرين. يعني اعتبر ان العنصر ده مسلا اكس. الكتل اللي بنكتب فوق. العدد القتل ايه? قال لك تلاتة وعشرين. ماشي. قال لك اه ويحتوي مستوى الطاقة الثلاث والاخير. مستوى الطالب بالنسبة له يبقى عمل تلاتة وستوى الط. K L M. K L M. مستوى الطاقة الثلاث والاخير في ال� الاكترون واحد يبقى اخروا واحد يبقى اوتوماتيك كامل باي باي اللي هيخد تمانية يبقى كيب اتنين اجمع دول اتنين وتمانية عاشرة واحد حداشر هنا عدده الزر خلاص جبت واحداشر طيب بقول لك يكون عدد نيتروناته كام انا كده عندي عدد زره وعندي عدد كتلي هات بقى ارسم النواية وهات منها النيترونات موجب وتحتها موجب وسيل الموجب حط جنبه لعدد الزر الواحداشر والموجب وسيل بطرحه تلاتة وعشرين نقص حداشر يديك اتناشر هو ب يبقى طالب عدد النيترونات ده يبقى عدد النيترونات المتعدلة دي كما هيبقى 12 يبقى عدد النيترونات ده هيبقى 12 في المتجهات منين طيب عندي بعد كده عدد الالكترونات في مستوى الطاقة الخارجي لأيون الاكسوجين يساوي عدد الالكترونات في مستوى الطاقة الخارجي ليه طيب انت عندك ايون الاكسوجين عدد الالكترونات في مستوى الطاقة الاخر له هيبقى 8 لأن الاكسوجين لما تريد توزع زرته هتبقى 2,6 الاحثي محتاجة تكتسب 2 فهتبقى 8 بعد الان أنه 2 الان أنه 8 الان الأوصف عدد الالكترونات في مستوى الطاقة الخارجي لأيون الأكسوجين يسوى عدد الالكترونات في مستوى الطاقة الخارجي لأيون الأكسوجين عدد الالكترونات في مستوى الطاقة الخارجي يعني الطاقة الأخيرة هيبقى تمانية هيبقى تمانية طيب مين في دول يسوى عدد الالكترونات في مستوى الطاقة الخارجي لأيون وهنا ظرة وهنا ظرة طيب بالنسبة للزرات مش هتلاقي اخرها 8 مش هتلاقي اخرها ايه 8 الا زرات اللي عناصر الخاملة فيهنا يبقى يبقى هنا بقى الايون بتاع الكالسوم صح الايون ليه لان انت عندك الكالسوم لما تجي توزع العشرون هتبقى 2 8 8 2 اخره 2 يبقى هيفقد اللي 2 دي فيتفضل كام يتفضل لك 8 باذا ان هو ده اللي هيبقى اخره 8 يعني انت لما تجي توزع تخيل كده معايا انت عندك العشرون هي لما نيجي نوزعها العشرين دي لما تجي توزع هيبقى 2 كي ياخد 2 اللي ياخد 8 م ياخد 8 كي اللي ام ان ان هياخد 2 اخرج 2 يبقى انت فلز هتفقد اللي 2 فيبقى يتفضل لك كام هيبقى 2 8 8 يبقى اخرج هيبقى المجارة الاخيرة بتاعك والنسبة لك هيبقى في كام 8 بس هو ده المطلوب باذا هيبقى ايون الكالسوم طيب عندي بعد كده رقم 8 يجي يقول لك التركيب الالكتروني لايون البوتاسيوم كده 19 طب انت عندك الايون بتاع البوتاسيوم البوتاسيوم انت لما توزعه 2 8 8 1 هيفقد الواحد هيتفضل 2 8 8 يطبق التركيب الالكتروني لايون الاكسوجين هيبقى 2 8 6 هيتحاول ل 2 8 لا السوديوم هيبقى 2 8 لا الارجل 2 8 8 ايوهو ده يطبق الارجل لان الارجل لما تيجي توزع لا بس سواني سواني لا الارجل لا لان الارجل ما يصخامل ما بيكونش ايونة هو عايز الايون خلي بالك من كلمة الايون دي طب فهنا القلور فهنا القلور CL 17 اللي تيجي توزعها 2 8 7 السبعة تكتسب واحد تبقى 8 يبقى 2 8 8 اه يبقى هيبقى هو ده يبقى يطابق القلور طيب عندي بعد كده يجي يقول لك ما رمز الايون الذي تحتوي نوايته على 12 بروتون ويدور حولها 10 الكترون طب ونوايته فيها 12 بروتون احنا قلنا ان عدد البروتونات المجابة هي نفسها لعدد الزر هي نفسها عدد الالكترونات السلام فمعنى 12 بروتون يعني عدد الزر 12 طب عدد الزر 12 وبيدور حواليه 10 وبيدور حواليه 10 الكترونات طيب بيدور حواليه 10 يعني 2 8 يبقى معنى انه وفقة ده 2 في زرته تمام فهنا يبقى رمز الايون ده هيبقى مجي مجابة 2 اللي هو المغنيس في امتاج الاتمانين يعني بص كده هو بيقولك النواية فيها 12 بروتون يعني لو رسمت النواة كده البروتونات بتبقى مجابة والنيترونات بتعادل فيها 12 بروتون هو قال لي ان النواية النواية بيبقى فيها نواها وفيها 12 بروتون طيب قال لك ويدور حولها عشر إلكترونات النوادي بيدور حولها عشر إلكترونات العشر دي يعني المستوى كياخد اتنين وإيه اللي هيبقى بتمانية تمام طيب عشر إلكترونات يبقى رمز الأيون هو عايز بقى رمز الأيون طب رمز الأيون دي معلها هي لو زرة لو أنت كنت وزعت الاثنشر كتب مفروض هنا في مستوى M هياخد اتنين لأن الاثنشر تتوزع اتنين تمانية اتنين فالاثنين دي اتفقدت اتنين دي ايه اتفقذت لان هو قلي بيدور حوالي عشر الكترونات خلي بالك من عشر الكترونات فاصبح دلوقتي عدد الالكترونات كام اتنين تمانية يبقى كام يبقى عشر عشر الالكترونات اه لان هو فقد اللي اتنين بتاعه زارت اتحول لأيهم موجب طب يبقى معنى ان ده كان المغنيسيوم وهو فقد اتنين الكترون يعني هيتحط على الموجب باثنين يبقى ام جي موجب باثنين في امتجات منين? طيب. يبقى تبقى ام جي مجابة اتنين. طيب عندك بعد كده العنصر اللازي عدد الزر نقط يكون رابطة ايونية مع الاكسوجين. بتعندك الاكسوجين ده سنائي. تكافؤ. لان الاكسوجين اوه تمانية. التمانية دي تجد وزحها. تبقى اتنين ست. اتنين ست. الست محتاجة اتنين. طيب وطالما رابطة ايونية يبقى لازم واحد فلز والتاني لا فلز. فهنا الاكسوجين لا يبقى لازم التاني تختاره فلز. وطالما الاكسوجين محتاج اتنين يبقى لازم التاني يدهم له. يبقى لازم التاني لما تيجي توزعه باخره اتنين. لازم العنصر الفلزي لما تيجي توزعه باخره اتنين. فهنا يبقى اتنين. بس طوك يبقى اتنين لا. ننفعش. هنا عدد الزر عشرة. اتنين تمانية لا اخره تمانية ما ينفعش. آآ فهنا اتناشر اتنين تمانية اتنين ايوة هو ده اللي ينفع لي انه هيبقى اخره اتنين فهيفئد الى اتنين وهياخده من الاكسجين يبقى صحة كده بقى يبقى اتناشر. طيب عندك بعد كده رقم حداشر يجي لك العنصر الذي عنده دي الزرى تمنتاشر يشبه في صفاته و الكيميائية لعنصر العادة بالزرى. بس كده هتوزع اول حاجة التمنتاشر لما ناتيجي توزع 18 هتبقى 2 8 8 يبقى لما يقول لك يشبه في صفاته الكيميائية يبقى أوتوماتيك هتختار أي عنصر من ده تيجي توزعت لها آخره 8 يبقى لآخره 8 هو ده اللي يشبه فلو جينا نوزع التمانية هتبقى 2 6 2 6 آخرها 8 لا يبقى دي ما تنفعش طب لما نيجي نوزع 9 هتبقى 2 7 آخرها 8 لا برضو ما تنفعش طب لما نيجي نوزع 7 2 5 آخرها 8 لا ما تنفعش طب نيجي نوزع العشرة 2 8 أي وآخرها 8 يا مصر بها دي اللي تنفع بإذن الإجابة عندك هتبقى رقم داني بصلت تمام يا بصل طيب يجي يقول لك علل تستخدم بعض الفلزات في صناعة بعض أواني الطهي لأن الفلزات جادة توصيل للحرارة عندي بعد كده تصنع بعض الأسلاك الكهرباء من الألمونيوم هتقول له لأن الألمونيوم من الفلزات وهي جادة توصيل للكهرباء عندي بعد كده رقم تلاتة تصنع الحلي من بعض العناصر الفلزية هنقول له لأن الحلي من الفلزات التي لها بريق معدني طيب عندك بعد كده يقول لك أسكر العدد الزر ونوع العنصر مع رسم شكل تخطيط للتوزيع الإلكتروني لكل زر زرة العنصر التي تكتسب 2 إلكترون في مستوى الطاقة الخارجي L يعني المستوى الثاني تكتسب 2 إلكترون في المستوى L سنية التفاع أسكر العدد الزر طيب هي تكتسب 2 إلكترون أسكر العدد الزر ونوع العنصر في المستوى L وتكتسب معنى كلمة تكتسب بمعنى أنه هو لافلز طيب لافلز يبقى معنى أنه هو فقلبه ستة عشان يكتسب 2 إلكتروني بقى 8 يبقى هنا زرة العنصر ديت هتبقى الأكسوجين يبقى ده هيبقى الأكسوجين لواءه 8 وهو عايز شكل تخطيتي كمان هتوزعه تعالى بقى نعملها نهو هو هنا بيقول لي عنصر زرة العنصر اللي تكتسب 2 إلكترون في مستوى التك L فهنا العنصر يفترض أي افتراض X Y Z فهنا L K L فهنا K طبعا بياخد 2 وهنا L L هو يكتسب 2 إلكترون في L معنى أنه كان في 6 فالستة دي هتكتسب 2 فهتتحول ل 8 بقى في الأيو طب يبقى هنا ده مين لواء 2 6 ده الأكسوجين يبقى الأو 8 16 ده الأكسوجين الشكل التخطيتي بتاعه يبقى 2 6 بالشكل اللي قدامك ده يبقى ده الشكل التخطيتي K L خلاص اشتب بقى الأكس اللي احنا كنا مفترضينها افتراض طب يلا الثاني زرة عنصر تتوزع إلكترونياته في 4 مستويات افترض من الزرة ده أي حاجة وعمل 4 مستويات K L M N قال لك وأيون هيحمل شحنة واحدة مجابة طالما الأيون بيحمل شحنة مجابة واحدة يبقى معنى أنه وفقت للمستوى ده كان فيه واحد يبقى أوتوماتيك قبله 8 أوتوماتيك قبله 8 أوتوماتيك كيف ياخد 2 لأن قال لك الأيون بيحمل شحنة واحدة مجابة معنى أنه وفقت إلكترون المستوى خارجي وتحول إلى أيون مجابة بيحمل شحنة مجابة 1 يبقى ده كان من 2 8 8 1 ده عندك ده كده 19 عند زرة 19 بعدك ده كان البوتاسيوم كده 19 كده 19 مش كده ده البوتاسيوم طيب عندك زرة عنصر فقدت 2 إلكترون أثناء التفاعل الكيميائي فأصبح المستوى M هو المستوى الخارجي لأيونها فقدت 2 إلكترون فقدت يبقى فلز طيب 2 إلكترون يبقى معنى أنه كان في الآخر 2 إلكترون فأصبح المستوى M هو المستوى الخارجي يبقى معنى أنه كان فيها 4 مستويات K L M M المستوى N دا قال لي كان في 2 إلكترو ال2 إلكترو دا قال لي هي فقدته يبقى automatik كان M في كام 8 اللي كان في 2 دا فقدت 2 إلكترو قال لك فأصبح المستوى M هو الخارجي لها هو الخارجي لأيون فM دا هو أصبح الأخير فعلا هو الخارجي لأيون خلاص كده هو فعلا يبقى هنا 2 8 8 2 دلوى العشرين دلوى يبقى كالسام سي ايه عشرين مش كده طيب فهنا ده كده هتبقى زرة الكالسام عشرين والتوزيع بتاعه يبقى 2 8 8 2 مش كده طيب طيب خلاص كده نكتفي بهذا القدر ان شاء الله واستنونا في حل باقي الاسئلة ما تنساش وما تنساش عالسولة تنزلوا كده تحت الفيديو تلاقوا في ازرار لايك حط اللايك الجميل بتاعك وحط اللايك الجميل بتاعك وما تنسوناش بدعاوة حلوة كده بزهر الغيب كان معكم مستر ابراهيم السيد سبحانك الله ومه بحمدك اشهد الله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته